موسيقى انطلقت مشاركتي في الأولمبياد الوطنية للإبداع العلمي في سنة 2020 بمشروع بعنوان مكيف هواء ذات الإطفاء باستخدام البونكس والحمد لله تكللت مشاركتي بالتوفيق والنجاح وحصلت منها على عدة جوائز ومنها جائزة الشريك الذهبي من شركة اكسوم موبل الميدالية الذهبية من الهيئة السعودية للمكية الفكرية شهادة مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع في هذا العام مشارك بمشروع جديد بعنوان قارب صيد بتعقب عن بعد والحمد لله تم الانتهاء من التصبيات الأولية والتحكيم الإلكتروني وتأهد للمنافسة النهائية على مستوى المملكة كمثل لتعليم جازان للمرة الثانية على التوالي ضموحي أن أمثل بلدي في معرض العلوم والهندسة انتل آيت سيف في لوسا انجلوس على مستوى العالم وأشكر والدي وأسرتي وتعليم جازان كما أشكر الجهات التي دعمتني ومنها الدفاع المدني وجامعة جازان نؤمن تماما أن المستقبل للموهبة والموهوبين وبالرعاية المستدامة ودعم سعادة المدير العام سيحظى عمار ومعه أكثر من ألفين طالب موهوب وطالبة موهوبة بتعليم جازان بالرعاية التي يستحقونها والمكانة التي تليق بهم لخدمة وطنهم ودينهم ومليكهم